يا مساء الخير وياهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيبدأوا على حلقة النهاردة من السادسة كل التحيات لحضراتكم واللي ما تابعش واللي ما شافش الكلام في البداية لازم يكون على ديربي منشستر القصة مش قصة فريقين من أكبر فرق إنجلترا ومش ببالغ لو قلت من أكبر فرق أوروبا القصة مش قصة ديربي مدينة منشستر وقصة صراع بين بطلين حققوا كتير من الألقاب على مستوى البطولات في إنجلترا لكن القصة في الحقيقة اللي تابع المباراة واللي شاف تسعين دقيقة بيلخصه متعة وجمال وإثارة كرة القدم حالة الصراع النهاردة الحقيقة اللي بتمنى أتمنى إن احنا نتعلم منها إن الصراع حدوده الملعب ملعب كرة القدم ومدته هي التسعين دقيقة فريق خسران الشوط الأول بنتيجة أربعة صفر من غريم تقليدي بين الأولدرافرد وبين ملعب الاتحاد قصة طويلة جدا من الصراع وقصة طويلة جدا من الحساسيات ورغم كده لا الفريق اللي سجل أربعة اكتفى ولا الفريق اللي استقبل الأربعة استسلم هي دي متعة كرة القدم هي دي الحالة هو ده الطابلو اللي انت تستمتع وانت بتشوفه بدون ملل بتستمتع وانت بتشوف حالة من حالات الصراع اللي الحقيقة يعني غيبة في أحوال كتير جدا وفي أوقات كتيرة جدا عن مطشطنا نتمنى وإحنا على عتاب موسم جديد ان كتير من القواعد والتبوهات اللي عيشنا فيها سنين طويلة في الدوري المصري تختلف نتمنى ان الصراع يبقى دايما أقرب منه ان يكون صراع على القمة أقرب ما يكون صراع على القاع اشتركوا في القناة